مرة أخرى إلى مدينة الناصرة هناك انتظرنا البروفسور فاهد حكيم مدير المستشفى الإنجليزي في الناصرة مساء الخير بروفسور فاهد حكيم مساء الخير عزيزي طبعا ربما لم تسمع ما قاله الوزير إدرشتاين ولكن ما هي الأسباب حسب رأيك التي حدث بالحكومة إلى العودة إلى نهج الإغلاق هل الخوف من فقدان السيطرة على المرض أم انهيار المنظومة الصحية أم إبطاء تفشي ظاهرة الكورونا هذه المزبوط هو قسم المجموعة كلها حسب رأي الأشياء التي ذكرتها قبل شوي هي حيثيات الأمور التي تحدث حوالينا أولاً ما شايفين الأرقام تعلق يوم بعد يوم وبتعلق بشكل سريع يعني إحنا اليوم التصارع في وجود المرض هو واقع صار والحقيقية الثانية أن المرض ليوم ليست مستورد ليست مبارية البلاد عايش بناتنا موجود بكل محل هذا كمان وضعية التي لا نستطيع أن نضعها على جانبنا ونفقد السيطرة والأسف حسب رأي اليوم نحن في وضعية شوي نفقد السيطرة من ناحية الدولة على أين المرض موجود لأنه زي ما نعرف أغلب حالات المرضية حالات اللي هي ما في العوارض يعني اليوم كل إنسان موجود حولينا جمنا ممكن يكون مريض وعم نكشف حالات اللي هي ناس ما عندهش ولا إشي يعني الناس اللي كانت في عروس والناس كانت ببرنامج معين أو الناس اللي بتعلم بالجامعة أو الناس اللي عملت بقروت فهذه الأشخاص راحوا عملوا امتحنات وراحوا رأسوا وانبسطوا وبالآخر كان عندهم مرضى واليوم حطنا بحجر ألاف من الأشخاص من هاي من هاي الحيتي والشغل الثالث اللي حكيتها هي الخوف الأساسي بالآخر بالتعامل مع أي مرض هو الحالات الصعبة اللي بالأساس ممكن تصل للمستشفيات واللي تقدي لعنجد انهيار بمرحلة معينة للمنظومة الصحية وهذا الهدف الأساسي إن وزارة الصحة والدولة وكل الوزارات اللي إحنا السلطة الموجودة حولينا توقف مع المستشفيات عشان نقدر نكون واقعيين مع التعامل مع المرض بروفوسور فائد حكيم سؤالي من حديث الوزير يفهم بأنه كان من الأفضل لو أعطوا كمان فرصة قبل ما يفتحوا المجال للمجتمع الإسرائيلي للخروج التخلي عن هذا الوباء يعني كان أفضل أنه يمدوا الفترة أكثر شوف اليوم كتير هويين لواحد بالفترة الواضقية نرجع ونحط الحق على شو كان وشو ما كان واضح أنه إحنا رجعنا عملنا سأسموها استراتيجية الخروج لكل الناس خرجت وخرجت بسرعة وأنا حسب رأيي في مشكلة أعمق من هذا الموضوع المشكلة هي الثقة المشكلة هي الثقة بوزارة الصحة بالسلطة بالقرارات تبعتها وهذه اليوم المشكلة اللي عم نعالجها إحنا ومنعاني منها في المستشفيات وفي مؤسساتنا وكمان إحنا كأشخاص إن كان أنا وإن كان أنتم كل مستمعين اليوم صار في تعليمات متعبة بمحل معين سريعة بمحل معين واتيرة مش مفهومة بمحل تاني فوزارة الصحة للأسف بقولها بكل صراحة فقدت قسم من مصدقياتها قدام المجتمعات حتى المجتمع عرب ومجتمع الإسرائيلي كعامة فنحط الحق على قسم معين من القرارات ممكن طبعا فتنا على مدارس بفترة سريعة فمرحل معينة بقرة المرض كانت في المدارس المدارس اليوم عدت قسم من الأهالي الأهالي اليوم هدول الناس اللي بتروح بتزور بعد بتشترك في مناسبات بتشترك بأعراس بأعياد والليه اليوم عم تعد بعض وإحنا بعدنا مش شايفين الأرقام العالية اللي راح نكون فيها بس أنا بقول إحنا بحاجة نعيد الثقة بحالنا نعيد الثقة بالتعليمات اللي كسة منها مفهوم وكسة ما مش مفهوم منين أصلا بيجي برسور فايد حكيم كانت المخاوف أن تتكون الموجة الثانية في الخريف وفي الشتاء ولكنها جاءت مبكرة نحن الآن في أوج الموجة الثانية هل ننتظر موجة ثالثة يعني في الشتاء صراحة ما أدرش أجأ أول أنه إحنا بقى الأوج تبع الموجة الثانية الموجة الثانية بعدها ما بلشتش تغرج الأوج تبعها إحنا عم نطلع والأرقام عم تعلى وبعد في أرقام التوقعات إنها تعلى أكتر من هيك لأنه اليوم المجموعة الأشخاص الموجودين بحجر اللي كانوا بالأساس في كميات كبيرة بالذات من المسبات السعيدة يعني مثل الاجتماعات ومثل الاحتفالات ومثل الأعراس هذو اللي بعدنا مش شايفين إحنا للأسف الأرقام الكبيرة اللي ممكن تيجي من المراهن والذروة بعدها مش واصلينها طبعا الموجة الثالثة هي موضوع واضح إنه بالشتاء الكورونا موجود رح تكون معنا السؤال كيف نظر نسيطر على هاي الموجة وقداش تاخد معنا وقت إن أسابيع ولا أشهر ولا إحنا نظلنا بموجة تاني لحد فترة الشتاء كمان هذا موضوع اللي محطوط على على الأرض الطاولة والواقع ولازم نتناقش عليه ونعرف نحضر حالنا إله المشكلة بالشتاء رح تكون مشكلة أصعب لأنه إحنا رح نفوت بفيروسات كتيرة ومجمومة الإنفلوينزا اللي رح تجينا بفترة كمان بالشتاء وصار يختلط الحابل بالنابل هنا بطل نعرفه كورونا ولا فيروسات تاني بروفسور فايد حكيم لماذا طال انتظار تطوير اللقاح للمرض متى تخمن أن يتوفر هذا اللقاح اللقاح أول شي اليوم في مؤسسات كبيرة عالمية جامعات ومراكز أبحاث كمان في الدول وكمان في العالم كلاته عم بتحاول تطور اللقاح المشكلة الأساسية عزيزة باللقاح هذا أنه هذا اللقاح أول مرة يطور لمتل هذا الفيروس يعني إذا نطلع على الفيروس الإنفلوينزا اللي كل سنة اللقاح تبعه بتغير هو موجود فعمليا إحنا بنعرف شو اللقاح شو التركيب الأساسية تبعته وحتى تجربته على الإنسان هي موجودة اللقاح اللي موجود لفيروس الكوفيد 19 أو الفيروس الكورونا هو اللقاح جديد وغلا مرة كان عندنا فيروس من هذا الشكل اللي عملنا له اللقاح فبدي أخذ وقت تطوير التركيب الأساسية تبعت اللقاح تجربته بفترة معينة على الحيوانات بالأساس تجربته على الإنسان والتأكد من أنه هذا اللقاح فعال فكمان مرة يعني اليوم راح يأخذ وقت يعني أنا مش متوقع أنه اللقاح يأخذ هقل من أشهر إذا مش أكتر من سنة لأنه كمان أنا وكمان أنت ما راح نقدر نأخذ لقاح اللي هو تجرب شهرين أو ثلاثة وكمان مرة نخطر ممكن على حياتنا أنا بداش أجاوب اليوم إذا اللقاح هذا شو إنه ممكن مضاعفات لفترة أطول فالعالم العلمي عم بشتصل بشكل جد بهذا الموضوع ومنتأمل أنه هاي الشتوية تمروا علينا بخير وإن شاء الله الشتوية جاء يكون إحنا في وضعية اللقاح العالمي إذن بروفسور فايد حكيم هل كنتم في المستشفى الإنجليزي في الناصرة باستعدادات خاصة لهذه الموجة والموجة التي ستأتي لا سمح الله زي ما عواد كل مستشفى الإنجليزي في الناصرة هو جاهز دائما لكل الحيثيات الممكن تسير إحنا بالموجة الأولى افتتحنا مع بعض ثلاث أقسام جاهزة مثلما أقسام النصر لاستقبال المرضى عنا اليوم بكل وقت في الطوارئ الخاصة البيولوجية الخاصة بالقسم الكورونا اللي بريت المستشفى من ناحية المبنى اليوم المستشفى بيشتغل بكل مرافقه طبيعي بشكل عام الأقسام نفسها حاليا مسكرة وإن شاء الله بيضلها مسكرة وما نحتاجها طبعا إحنا جاهزين جاهزيات الطواكم جاهزيات وفعاليات كل مع بعضه فهذه كلتها إحنا حاضرين إلها ونتأمل نضلنا بتواصل مع المجتمع ومع وزارة الصحة لما بتدعم عنا مشكلة إشكالية كبيرة اليوم مع الوزارة الصحة وبالذات مع وزارة المالية اللي هي مش عم تدعم المستشفيات الغير حكومية ومنها مستشفيات الناصري ومستشفيات الكدس مثلا المستشفيات الموجودة في الانيادة ومعين الشعاء ومش عم تعطيهن دعم على الخسائر المادية اللي راحت من الكورونا بالموجة الأولى فاليوم إحنا في وضعية شوي سعبة نشوف حانا حاضرين مجتمعيا بس مش عم بيدعمونا الدعم الكافي وهذا مهم جدنا يوصل الحصة عن طريق القناة أنه إحنا بحاجة للدعم إن كان من ناحية وزارة المالية بالذات ووزارة الصحة بس إحنا دايما راح نكون سبقين وراح نكون هنا موجودين لخدمة المجتمع بأي مرفق اليوم كل شي شغال بالمستشفى غرف الولادة غرف العمليات الريادات الخارجية طوارئ عادي ولكن إحنا بجهازية وإن شاء الله ما نحتاج نستعملها بروفزور ذكرت في حديثك تتركت إلى المجتمع إلى أي مدى يعني المجتمع العربي مخاطر هذه الموجة الثانية للأسف بالوضعية الحالية مش بس المجتمع العربي كل المجتمع بشكل عام مش شايف بعده الحيثيات الأساسية تبعة الموجة الثانية والتطورات اللي عم بتصير بشكل سريع يعني إحنا بشكل مبدعي بحكي لك إحنا كلها نزهقنا من الحجر ومن التسكير ومن عدم العمل والخروج للعمل كل هذا مش إشي هوين وبالذات المجتمع العربي اللي هو مجتمع اللي أغلبه أعمال صغيرة وعملية الناس اللي عندها بدأت خلص الشهر وبدأت تعيش وبدأت تتقدم وبدأت تتجوز وبدأت تقوم بكل الواجباتها الطبيعية اختجاه تجاه نفسها وطجاه عائلتها وطجاه مجتمعها فالمجتمع اليوم بوضع مش هوين ولكنه مجتمع واعي اللي صار معنا بالموجة الأولى غدرنا بمرحلة سريعة انه نستوعب انه هذا الاشي موجود واليوم هو موجود بيننا وبين بيوتنا بحراطنا ببيوتنا موجود ولكن اذا احنا اليوم نهتمش اكتر واكتر انا بديش حالة خوف وهلع ولكن حالة تركب حالة من القلق ممنوع احنا نتجاهل هذا الاشي وممنوع نحطه عجانب الحمد لله بيوتنا بعدها نضيفة وخلينا نحافظ عليها وانا دايما ما زيان بقول دايما انا بقدر اعديك وانت بتقدر تعديني بس انا كمان بقدر احميك وانت كمان تقدر تحميني فببساطة جدا انه نهتم بالاشياء الاساسية نحط الكمامات نستعمل شوي صغير نبعد عن بعض نغسل ادينا نهتم باشياء جدا بسيطة اللي تعلمناها من الموجه الاولى يعني هذا مش اشي جيد علينا اللي بنقدر نمره بسلام هذا الوضعية الوعي هو واقع احنا مجتمع واعي مجتمع عن جد بيهتم باهله بامه بابو وبالكبار في العمر اللي عايشين معنا ولازم عن جد اليوم ناخدها بمحل من الجدية ونهتم اكتر بكتير بهذا الموضوع لانه احنا عن جد عم نطلع عن موجه اللي ممكن يتيجي كتير صعبة ومن قلبنا من داخلنا اليوم نقدرش نتركب شو اللي يصير من برا ليش موجود داخلنا ولازم نهتم فيه سؤال هل يتم اجراء فعوصات كافية للمجتمع العربي بالناصرة والمنطقة للكشف عن هذا الوباء شوف في اليوم بكل مرافق بالدول فيه فيه فحصات فحصات اليوم الأساس عم بتروح عن طريق صناديق المرضى اللي اخدت مسئولية كبيرة عليها ان تقدم فحصات كل انسان سامعنا حاسس انه عنده فيه امكانية يكون انعدى حتى لو ما عندهش اي عوارض اليوم مسموح يروح عن طريق طبيبي العالي يطلب انه ينفحص وهذا الاشي بتقدم له اذا وصل على مستشفى بحالة طبعا وضعية سعبة او وضعية بحاجة ينفحص كمان في المؤسسات نفحص احنا اليوم في المستشفى الانجليزي عندنا مختبر جديد اللي افتتحنا قبل جمعتين اللي بيفحص الفحص السريع في الحالات الخاصة خلال 45 دقيقة نوضع نعرف اذا المرض موجود ولا لا طبعا هاي حالات خاصة جدا اللي مستعمل هذا الجهاز ولكن بشكل مبدأ اليوم في الدولة كل يأتي فيه شوية نقص في الفحصات وزارة الصحة اليوم في وضعية طالبنا فيها من وزير الصحة ومن المدير عام الوزارة انه سريع يقدموا يجيبوا المواد اللي بحاجة لها كمان عشان المجتمع العربي يأخذ حقه زي المجتمعات التانية بروفستور فاهد حكيم نريد ان نسأل طبعا نحن في هذا الوباء المنتشر نريد ان نسأل نجدد دائما نجدد تحذيرات للجمهور العربي في هذه البلاد والجمهور بشكل عام عن ماذا عليهم ان يفعلوا كيف يتجنبوا كيف كل هذه الاشياء ذكرناها ولكن من المفيد ان نكررها اكثر من مرة بذلك ماذا تنصحهم انا بقول هيك المعرفة هي قوة وقدرتنا ان هذا الفيروس اتعرفنا عليه اخذنا كعننا امتحان امتحاننا امتحان وامتحان ومرأنا بنجاح لانه اتعرفنا وبطل عنا خوف اليوم احنا بشبه مش بخوف مش بقلق ولكن مهم جدا انه نعرف ان هذا الفيروس ممكن يجي من من داخلنا فوت من الباب مرات فوت من الشباك اليوم اليوم اي انسان شايفه انا لا عنده عوارض ولا عنده اي مشكلة ممكن يعديني فكتير مهم انه احنا نحافظ على البعد الاجتماعي نحافظ على المترين اقبال بعض نحط الكمامي الكمامي جدا 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 مهمة عشان انا احمل اللي قبالي واللي قبالي يحميني ونفس الوقت نحافظ على سلوكياتنا الاجتماعية اليوم بترجاكو بشكل شخصي انه نهتم بكبار السن نهتم بالمجموعات اللي عندها امراض خاصة ونبعد عنها ونجمعهاش بالقوة في محلات الممكن تأذيها نهتم بتعليمات وزارة الصحة لانها هي مش حاططة عشان جاء عبالها حتى من ناحية العراس حتى من ناحية التجمعات اليوم تسكرت القاعات الاسف الناس راح حتى صارت عمال الأعراس في البيوت وفي الحارات وفي الشوارع فهذا كل هاته اشي راح يزينا بالآخر وهذا راح يعود علينا كمجتمع راح يكون بليرت في عبوجنا خلينا نكون نحن قدوة زي ما كنا بالموج الأولى وزي ما تعودنا دائما نكون قدوة وسبقين ودائما المجتمعات اللي حوالينا احنا مجتمع قوي مجتمع فهمان وان شاء الله ربنا بكون معنا ونصرنا شكرا لك بروفسور فهد حكيم كنت معنا في بث حي ومباشر من مدينة الناصرة شكرا اذا اعزائي المشاهدين سنعود الى ضيفنا في الستوديو بعد ان نخرج الى فاصل ثم نعود